بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك ازا نساتة عمين ايه ياربو كلك تكونوا بخير يا حبايبي النهر ده ان شاء الله هنشرح لسن 3 في يونت 6 من كتابة بايبت هنشرح الدرس التالت في الوحدة الستة من كتابة بايبت ونبدأ على طول يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة الكلمات اللي عندنا عبارة عن adjectives and adverbis adjectives يعني صفات adjectives يعني احوال دي قاعدة عليكم ايه الفرق بين الصفات والاحوال الصفات بتصف الاسماء لكن الاحوال بتصف الافعال الكلام ده هنشرحه بالتفصيل اول حاجة هنقرأ الصفات والافعال وبعد كده نشرح لجرامر اول صفة عندنا جيد جد جد الحال جيدا ول احنا كده بنحول الصفات لأحوال جيد جد جيدا ول دي كده صفة شازة تحولها شاز يعني احنا لما بنحول الصفات لأحوال بنضيف لصفة الواي لكن في صفات شازة زي جد بحولها لويل مينفعش اضف لها الواي وفي صفات تانية لما بحولها إلى أحوال بتفضل على وضعها نفس الكلمة تمشي صفة وتمشي حال الكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل جيد جد جيدا جيدا سيء باد بشكل سيء بادلي هادئ قويت بهدوء قويت لي قويت لي على الصوت لويد لويد بصوت مرتفع لويد لي لويد لي سريع كويك كويك بسرعة كويك لي كويك لي بطيء سلو سلو ببط سلولي سلولي سعيد هابي هابي بسعادة هابي لي هابي لي حزين ساد ساد بحزن سادلي سادلي رقيق للصوت سوفت سوفت برقة سوفتلي سوفتلي تاني نقولهم تاني جيد جود جيدا ويل سيء باد باد بشكل سيء باد لي باد لي هادئ قويت قويت بهدوء قويت لي قويت لي على الصوت لويد لويد بصوت مرتفع لويد لي لويد لي سريع فاست سوري هنا كويك فيش فيه برضو صفة سريع فاست بس هنا عندنا كويك سريع فاست أو كويك كويك بسرعة كويك لي كويك لي بطيء سلو سلو ببط سلولي سلولي سعيد هابي هابي بسعادة هابي لي هابي لي عندنا في هابي نتعب حرف الواي قبل الواي حرف ساكن في الحالة دي حبايبي بنحزف الواي ونضع حزين ساد ساد بحزن ساد لي ساد لي رقيق للصوت صوفت صوفت بركة للصوت صوفت لي صوفت لي بعد كده listen and repeat السماء وردد عندنا مجموعة من الأحوال اللي احنا لسا قيلنهم well يعني جيدا badly بشكل سيء جايب لي بقى التعبيرات اللي بتدون على الأحوال يعني كده هي بتمارس الفعل احنا قلنا الصفات بتصف الأسماء لكن الأحوال بتصف الأفعال يبقى احنا كده في كل الصور بنصف الأفعال ازاي الفعل بتم هنا كده بتمارس الفعل بطريقة جيدة كده بتمارس الفعل بشكل سيء كده كويتلي بهدوء كده لويدلي لويدلي يعني بصوط مرتفع كده تدك على الطبول كويكلي بسرعة كده ببطء كده هابلي بسعادة يبقى كده بنصف الفعل ازاي الفعل بتم كده سيء بحزن بعد كده listen and repeat يعني استمع اردد طبعا احنا بنسأل عن الأحوال بهاو هاو كلمة استفهام بمعنى كيف بتسأل عن الأحوال ووسائل المواصلات النهاردة هنستخدم هاو للسؤال عن الحال طيب ازاي نعمل السؤال اول حاجة بنبدأ بكلمة استفهام هاو بعد كده فعل مساعد الفعل المساعد اللي عندنا did كده هنستخدم في زمن الموضوع البسيط بعد كده الفعل ممكن يكون هي او شي اي فعل وبعد كده play فعل في المصدر وبعد كده باقي السؤال يعني كيف هو عزف على آلة التوبة يبقى احنا كده عايزين نصف حال الفعل ازاي الفعل تم الاجابة يعني هو عزف على آلة التوبة بطريقة جيدة او جيدا يبقى احنا كده وصفنا حال الفعل ازاي الفعل تم فلازم نجاوب بحال يبقى لما بنسأل بهاو هنجاوب بحال مينفعش نجاوب بصفة عشان احنا كده بنصف الفعل السؤال التاني how did they play ذا توبة كيف هم عزفوا على آلة التوبة they played ذا توبة will يعني برضو هم عزفوا على آلة توبة بطريقة جاية هنا بدأنا بزي لان الفعل الموجود في السؤال z فعل السؤال هو الفعل ببدأ بالإجابة السؤال الاول بدأنا بحي لان ضمير الفعل درس ه يبقى لازم نجاوب به السؤال الثاني جواب بحي علشان الفعل ما هانكتب z وبعد عندنا الفعل play بمعنى يعزف هنجيبها في الماضي they played وبعد كده القالة ذاتوبة وبعد كده الحال بيأتي في نهاية الجملة الحال يأتي في نهاية الجملة يبقى they played ذاتوبة will بعد كده جيب لأسئلة تانية how did she play the flute كيف هي عزفت على قالة الفلوت she played the flute will هي عزفت بطريقة جيدة برضو هنا جاولنا بحال how did he play the harp كيف هو عزف على قالة الهارب he played the harp هو عزف على قالة الهارب بحزن يبقى كده وصفنا حال الفعل هو بتام number بعد كده آخر محادثة how did he play the electric keyboard رد علي بي وقاله he played the electric keyboard slowly هو عزف على الورجر الكهربائي ببط يبقى كده جوابنا بسلولي كلمة slowly كده حال بمعنى ببط يعني بطريقة بطيقة بعد كده grammar الكعدة بقى هنشرحها تاني بالتفصيل اول حاجة هنتكلم عن الصفات طبعا الصفة بتصف الاسم الصفات تصف الاسماء موقع الصفة في الجملة ممكن تأتي قبل الاسم او بعده الكلام ده شرح نقبل كده كتير الصفة تأتي قبل الاسم او بعده والصفات بتصف الاسماء احنا كده هنفرق بين الصفة والحال اول حاجة الصفات بتصف الاسماء موقع الصفة فين في الجملة تأتي قبل الاسم او بعده الجملة القولة بتقول ايه الرجل العجوز او الرجل الكبير في السن ساعدني هنا الصفة اول جت قبل الاسم الاسم مان يبقى كده الصفة وقعت قبل الاسم الجملة التانية امير امير يكون عجوز او كبير في السن كده الصفة اتت بعد الاسم لما الصفة بتأتي بعد الاسم لازم نستخدم فير بتوبيه في الجملة يبقى الصفة لما بتيجي بعد الاسم بتيجي بعد فير بتوبيه يبقى موقع الصفة في الجملة ممكن قبل الاسم او بعده الحال بقى الاحوال بتصف الافعال الاحوال بتصف الافعال هنا الجملة الاولى كده بنتكلم عن صفة الصفة هنا بتصف هاني هاني ازهبي هاني يكون سعيد هنا كده عندنا اسم وعندنا صفة يبقى هنا عندنا صفة بتصف الاسم طبعا نشوف الجملة التانية هاني اسميلد هابلي هاني اسميلد هابلي هاني ابتسم بسعادة هنا بقى عندنا حال الحال هنا مش بيصف هاني ده الحال هنا بيصف الفعل اللي هو اسميلد يعني ازاي الفعل تم كده الفعل تم بسعادة يعني هو ابتسم بسعادة يبقى الحال هنا بيصف الفعل والحال بيأتي دايما بعد الفعل الحال بيأتي بعد الفعل يبقى هاني اسميلة هابي لي يعني هاني ابتسم بسعادة يبقى الصفات بتصف الأسماء لكن الأحوال بتصف الأفعال هنا بقى بقولي يتكون الحال بإضافة الوي إلى الصفة يعني احنا بنحول الصفات إلى أحوال بإضافة الوي يبقى بنحول الصفة إلى حال بإضافة الوي للصفة لابقى بنضيف الواي للصفة بتبقت فيرب يعني بنحولها لحال زي ساد ساد لي قويت قويت لي في بقى بعد الملحوظات لازم ناخد بنا منها بقول لي إذا انتهت الصفة بحرف الواي وقبل الواي حرف ساكن في الحالة دي بنعمل إيه حبابي بنحذف الواي ونضع اي الواي يعني ما ينفعش نضيف الواي على طول كده لازم نحذف الواي الأول وبعد كده نضيف اي الواي زي هابي هابي لي زي ايزي ايزي لي ايزي يعني سهل بسهولة ايزي لي يبقى لو الصفة انتهت بحرف الواي وقبل الواي حرف ساكن بنحذف الواي ونضع اي الواي بعد كده إذا انتهت الصفة بحرف الال بنعمل إيه بنضيف الواي على الال الموجودة يعني احنا بنسيب الال الموجودة في آخر الصفة زي ما هي وبنضيف كمان ال وبعد كده وي يبقى لو الصفة انتهت بحرف الال طبقة ال-L كما هي وبينضيف ال-Y زي beautiful beautiful e زي careful beautiful يعني جميل عندنا careful يعني حريص يبقى الصفات دي ملتهي بحرف ال-L علشان نحولها لأحوال ضفنالها ال-Y بعد كده هناك صفات طبقة كما هي عند تحولها لأحوال عندنا طلال صفات يمشو صفات ويمشو أحوال hard و late و fast hard و late و fast hard بمعنى صعب أو صلب late بمعنى متأخر fast بمعنى سريع الثاني الصفات دول علشان نحولهم لأحوال زي ما هم بدون أي إضافات يمشو صفات ويمشو أحوال طيب إمت أعرف أن hard صفة وإمت أعرف أن هي حان لو hard بتصف اس يبقى في الحلقة دي يتعرف أن هي صفة لو موجود اسم وصفة وموجود كلمة hard أعرف أن هي صفة بتصف الاسم لكن لو موجود فعل في الجملة أعرف أن hard كده فعل sorry أعرف أن hard كده حال علشان في فعل يبقى كده هي بتصف الفعل تاني يا حبيبي مثلا لو عندنا late في جملة late بمعنى متأخر لو مثلا بقول أحمد اس late أحمد يكون متأخر هنا ما فيش فعل ما فيش فعل أساسي في الجملة أحمد اس late عندنا أحمد وعندنا فير بتو بي اس وعندنا late صفة بمعنى متأخر هنا كده علشان ما فيش فعل أساسي في الجملة أنا عرفت أن ليت كده موكحة في الجملة صفة وبتصف الاسم اللي هو أحمد لكن مثلا لما أقول مثلا يوسف runs fast زي ما احنا شايفين كده في الكتاب هنا بقى عندنا runs فعل فعل أساسي وعندنا fast في آخر الجملة كلمة fast جات بعد الفعل يعني موجودة عندنا فعل في الجملة كده أنا من خلال الفعل أعرفت أن fast حال كده fast وقعت في الجملة حال يبقى الجملة الأولى بتقول لي يوسف is fast يوسف سريع كده صفة بتصف الاسم لكن الجملة التانية يوسف runs fast في الجملة بقى التانية معناها بسرعة يعني يوسف يجري بسرعة كده fast حال إيه اللي عرفنا علشان عندنا runs في الجملة فعل يبقى كده fast بتصف الفعل بعد كده هناك صفات شاسة تحفظ كما هي يعني مينفعش ضفلها ال-Y زي جد الحال ليه هول ليه هولناها ال-Y علشان دي صفة شاسة مينفعش ضفلها ال-Y هناك صفات شاسة تحفظ كما هي زي جد بحولها ال-Y بعد كده علي إزق جد بوي علي ولد جيد كده الجملة الأولى عندنا صفة جد وعندنا علي الاسم يبقى كده هنا جد وقعت في الجملة اسم سوري جد وقعت في الجملة صفة بتصف الاسم الجملة الثانية هو يعزف على البيانو بطريقة جيدة يبقى هنا وين حال بتصف الفعل بليز يعزف هو يعزف على البيانو بطريقة جيدة بعد كده أمثلة للتوضيح يعني هو يعزف على الطبول بصوت عالي الجملة الثانية هي تعزف على آلة الفلوت بفدو الجملة الثالثة يعني هم يعزفوا على آلة الهرب بحزن يبقى كده كل الجملة اللي يتفهق أحوال بتصف الأفعال دايما الحال بيأتي في ناية الجملة يعني إحنا بنسكر الفعل الأول وبعد كده الحال اللي بيصف الفعل بعد كده هاو يعني كيفة بقولوا تستخدم هاو للسؤال عن الحال وفي الماضي البسيط يعني كل الأسئلة اللي هنكونها النهاردة مع هاو في زمن الماضي البسيط يعني الفعل المساعد الموجود عندنا يدد في السؤال طب إذا نكون السؤال هنبدأ بفعل مساعد بعد طبعا هاو أول حاجة هنبدأ بهاو كلمة استفهام بعد كده فعل مساعد دد لنستخدمه النهاردة وبعد كده فاعل وبعد كده فاعل في المصدر إزا أني جواب على السؤال هنبدأ بالفاعل اللي موجود في السؤال يعني لو في السؤال هي هنبدأ بهي لو شي هنبدأ بشي لكن لو عندنا يوب نحاولها لآي أو وي وبعد ما نبدأ بالفاعل في الإجابة هنجيب الفاعل في التصريف الثاني وبعد كده طبعا سؤال بنحوله الى ماضي في الاجابة وبعد كده الاس وبعد كده الحال هنوضح اكتر عن طريق الاسئلة اللي عندنا يعني كيف ده الفعل كيف تحدثت هودا الى معلميها هنقول هودا توق تو هير تيتشورز بناءنا بهودا وينفع نقول شي وبعد كده حولنا الفعل للماضي علشان لازم الاجابة تبقى في زمن السؤال في زمن الماضي البسيط هودا توق دي تو الاسم اللي عندنا هير تيتشورز بعد الفعل بنحط الاسم اللي هو الموجود عندنا في السؤال هير تيتشورز وبعد كده الحال في نهاية الاجابة كويت لي النقطة الرئيسية في الاجابة هو الحال يعني احنا ممكن نكتب كويت لي في الاجابة كلها تبقى اجابة مختصرة لكن كده إجابة كاملة بعد كده كيف هم عزفوا على قلة الهرب يعني إيه لود لي؟ يعني بصوت عالي يبقى هنا بدأنا بالفاعل بدأنا بها في الإجابة بنحاول الفاعل الماضي اسم الآلة وبعد كده الحال يعني كيف هو هو صارق للمدرسة هي وقت تو سكول كويكلي هو صارق للمدرسة كويكلي بسرعة وبكده يا حبيبي لكم وصلنا لنهاية الفيديو تاني مراجع سريع على القعدة عندنا الصفات بتصف الأسماء الصفة تأتي قبل الإسم أو بعضه لكن الأحوال بتصف الأفعال والحال بيأتي في نهاية الجملة يعني بعد الفاعل بس مش شرط يكون بعد الفاعل مباشرة المهم إنه هو بيجي بنسكر الفاعل الأول في الجملة وبعد كده الحال ممكن الحال يبقى في الآخر الجملة عادي المهم إنه هو بعد الفاعل يعني بنسكر الفاعل الأول في الإجابة الأحوال بتصف الأفعال إزاي الفاعل ده هتم حال الفاعل إيه هو بتم طيب إزاي نحول الصفات إلى أحوال بإضافة إلى وي للصفة كل الصفات بضيف لها إل وي؟ لأ طبعا فيه شوية ملحوظات كده لازم ناخد بنا منها فيه صفات بتنتهي بحرف الواي وقبل الواي حرف ساكن في الحالة دي يا حبابي بنحسف الواي ونضع أي إل وي فيه صفات بتنتهي بإل مفيش مشكلة خالص طبق الإل كما هي بنزود إل وي كمان عندنا صفات لما بنحولها لأحوال مش بتغير شكلها تفضل زي ما هي زي هارد وليت وفاص تمشي صفات وتمشي أحوال بدون أي تغيير في شكل الكلمات إم تقعرف إن هي صفة لو موجود في الجملة إسم فقط ما فيش فعل أعرف إن كده الكلمة دي صفة بتصف الاسم إم تقعرف إن هي حال لو في فعل أساسي في الجملة أعرف إن هي حال بتصف الفعل بعد كده عندنا صفات شازة زي جد ما ينفعش أقول جد لي ما ينفعش أطفلها اللواي بحولها الوين يعني كده جد صفة لكن ويل حال وكده يا حباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو أسمكم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته